موسيقى ذكريات سعيدة محفورة في عقول وقلوب انصار نادي الزمالك تتزامن مع العاشر من ديسمبر وهو اليوم الذي كان بمثابة تميمة الفرحة والسعادة لعشاق القلعة البيضاء العاشر من ديسمبر من عام 1993 استطاع الفارس الابيض من العودة لغزو القارة السمراء وعناق لقب افريقيا للاندية ابطال الدوري على حساب كوتوكو الغاني عقب ماراثون ركلات الترجيح بملعب القاهرة الدولي والتي تم اللجوء اليها عقب نهاية مباراة الاياب للدور النهائي بالتعادل السلبي وهي النتيجة ذاتها التي انتهت به مقابلة الذهاب وتمكن نجوم ميت عقب تحت قيادة محمود الجهري من عناق اللقب وتدوين النجمة الافريقية الثالثة على قميص الزمالك العاشر من ديسمبر يبوح باسراره من جديد للقلعة البيضاء وينجح فرسان ميت عقب في الضفر بلقب افريقيا للاندية ابطال الكؤوس في عام 2000 للمرة الاولى في تاريخ النادي على حساب كانون يويند الكاميروني تحت قيادة الالماني اوتوفيستر حيث عاد نجوم الزمالك محملين بالكأس من العاصمة الكاميرونية ليكون الامر بمثابة مسك ختام للقرن الذي حقق خلاله ابناء النادي الملكي تسعة القاب قارية وضعتهم في صدارة الاندية الاكثر تتويجا بالالقاب الافريقية على مستوى القارة عاش الزمالك زعيم القارة الافريقية والنادي الاكثر تتويجا بالالقاب القارية في القرن الماضي وعاشت جماهيره الوفية في سعادة وافرح موسيقى